أهلا بكم يمتد تاريخ اليهود في العالم العربي لألاف السنين حيث كانت هناك مجتمعات يهودية في مناطق مثل اليمن والعراق ومصر ولقد شاهد العالم العربي إجرات يهودية متعددة عبر العصور بما في ذلك الهجرات اليهودية إلى المغرب وموريطانيا ومصر والعراق ولقد كانت هناك مجتمعات يهودية مصديرة في بلاد العرب وفي القرن العشرين شهد العالم موجات هجرات يهودية من جميع دول العالم نحو فلسطين وحدث ذلك عن طريق وعد بلفور وهو إعلان صادر عن وزير الخارجية البريطاني في الثاني من نوامبر عام 1917 حيث أعلنت بريطانيا التي كانت تسيطر على فلسطين دعم لإقامة منطقة وطنية للشعب اليهود في دولة فلسطين ولقد أثار هذا القرار جدالا كبيرا حيث أثار اعتراضات فلسطينية وعربية بشدة وإلى النزاع الإسرائيلي العرب الذي ما زال قائما حتى يومنا هذا وحسب أقوال مؤسس حركة حماس أحمد ياسين فإن زوال هذه الجرثم الصهيونية سيكون في عام 2027 والدليل على ذلك هو أنه سبق أن عاش اليهود في ممالك سابقا لكنها لا تتعدى ثمانون عاما وحسب معطيات رسمية إسرائيلية كشفت أن عداد السكان اليهود في جميع أنحاء العالم ارتفع إلى أكثر من 15 مليون نسمة وحسب آخر الإحصائيات المتوفرة لعام 2022 يبلغ عدد اليهود في العالم العرب حوالي 8 ملايين نسمة وما تزال بعض الأسر اليهودية تعيش في مختلف الدول العربية إلى اليوم سوف نقدم لكم في هذا الفيديو مشاهدين الكرام عدد اليهود في الدول العربية وفق آخر الإحصائيات لكن قبل البدء في الموضوع ألمرجو دعم القناة بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدون نبدأ بالدول العربية التي لا يوجد فيها يهود حاليا ثم الأقل تواجدا لليهود ثم الأكثر تواجدا لليهود ليبيا لا يوجد فيها يهود حاليا يعود تاريخ اليهود في ليبيا لآلاف السن كانت تقطن ليبيا طائفة يهودية يقدر عددها بحوالي 40 ألف نسمة بعضهم كان متجدرا في التربة الليبية قبل الفتح الإسلامي وبعضهم عجروا إليها من دول الشمال أفريقي الأخرى فيما لجأ بعضهم الآخر إليها من الأندلس هربا من محاكم التفتيش وغدر يهود ليبيا إلى إيطاليا وإسرائيل ودول أوروبية أخرى وفي عام 2022 توفي آخر يهودي معروف في ليبيا ولم يعد هناك يهود في البلاد مملكة الأردن لا يوجد فيها يهود حاليا يمكن إرجاع تاريخ اليهود في الأردن إلى الأزمينة التوراتية حاليا بالرغم من عدم وجود قيود قانونية على اليهود في الأردن حيث تعترف السلطات الأردنية بالديانة اليهودية وتسمح لهم بالتملك وممارسة الأعمال داخل الأراضي الأردنية إلا أنه في عام 2006 أفاد التقارير بعدم وجود مواطن يهودي واحد يحمل الجنسي الأردنية أو أي معابد أو مؤسسات يهودية في البلاد ووفقا للكتاب العبري فإن ثلاثة قبائل من بني إسرائيل استوطنت الجانب الشرق من وادي نهر الأردن وهي قبائل رؤوب وجاد ومنشيه كانت هذه القبائل جزءا من مملكة إسرائيل الشمالية حتى غازها الأشوريون في عام 723 قبل الميلاد جزر القمر لا يوجد فيها يهود حاليا حسب بحثنا في مصادر مختلفة تبين لنا أن اليهود لم يسبق لهم أن عاشوا في جزر القمر ويعد الإسلام هو الدين السائد في هذا البلد حيث يمثل 98% مع وجود أقلية مسيحية صغيرة تمثل 22% جيبوتي لا يوجد فيها يهود حاليا لقد جاء أول يهود واستقر بشكل دائم في جيبوتي من محمية عدن التي كانت مستعمرة بريطانية منذ عام 1839 وبعد تأسيس الكيان الإسرائيل في عام 48 نظم الكيان المحتل عملية البساط السحري التي أجلت حوالي 45 ألف يهودي من اليمن إلى إسرائيل وتم إشراك مئة يهودي من جيبوتي سلطنة عمان لا يوجد فيها يهود حاليا استقر اليهود المهاجرون في جبه الجزيرة العربية في مناطق عديدة ففي سلطنة عمان أقاموا في حليحل وصحر وحسب مصادر عدة قد كان اليهود يعيشون في مسقط في عام 1625 ولقد أقاموا ببناء أحد المعابد هناك في عام 1673 قطر لا يوجد فيها يهود حاليا لا توجد أي مصادر تؤكد على وجود اليهود في قطر على مر العصر فلقد تواجدوا في أماكن متفارقة من شبه الجزيرة العربية السودان لا يوجد فيها يهود حاليا كان هناك استيطان يهودي صغير في السودان في عام 1885 بمجموع ثمان أسر عندما استولى قائد التوريين محمد أحمد المهدي على السودان وإجلاء القادة العثمانيون المصريون وبلغ عددهم قبيل إنجاء دولة الكيان الإسرائيل حوالي ألف يهودي وبعد استقلال السودان في عام 1956 بدأ عدد اليهود في النمو وبدأوا بمغادرة السودان نحو إسرائيل في أعقاب عام 1957 وبحلول عام 1907 لم يتبقى لليهود وجود في السودان المملكة العربية السعودية لا يوجد فيها يهود حاليا يعود تاريخ اليهود في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام حيث كانوا يعيشون في اليمن وحضر موت ويتريب وتيماء وخيبر ومناطق أخرى متفرقة لكن اليوم لا يوجد ولا يهودي يعيش داخل السعودية الكويت لا يوجد فيها يهود حاليا حسب العديد من الروايات يعود تاريخ اليهود في الكويت إلى عام 1776 عندما احتل صادق خان البصرة التي أخليت من سكانها وبعضهم من اليهود حيث ارتحل قسم منهم شمالان ومنهم انقصد الكويت ولقد بلغ عددهم نحو 100 عائلة يهودية بالثلاثينات حتى أنه كان لهم سوق شهير في الكويت يعرف بسوق اليهود وقد كان نشاطهم التجارية محور حول التجارة بالذهب والأقمشة أما اليوم فلا وجود لليهود في الكويت الصومال لا يوجد فيها يهود حاليا تشير السجلات التاريخية إلا أن عددا صغيرا من اليهود يقدر بحوالي 100 شخص هجروا إلى الصومال في أوائل القرن العشرين كتجر ولأسباب مختلفة اختفى وجودهم بشكل رسمي بعد تأسيس الكيان الإسرائيلي موريطانيا لا يوجد فيها يهود حاليا قبل تأسيس الكيان الإسرائيلي كانت هناك طائفة يهودية تعيش في موريطانيا لكن بعد عام 48 لم يعد لليهود وجود في هذا البلد العراق يوجد فيها أقل من عشرة يهودي يهود العراق هم أبناء الجالية اليهودية الذين عاشوا في ود الرافدين منذ الأسر البابلي ومع نهايات عام 2009 قدرت مصادر ديبلوماسية أمريكية أن عدد اليهود في البلاد يقدر بتسعة أشخاص فقط مقابل مائتين وتسعة عشر ألف عراقين يعيشون داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي الذين جعلوا العراق أول بلد أسيوي مد إسرائيل بالبشر لتأسيس الدولة اليهودية في عام 48 وبعد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي غادر غالبية اليهود الذين يقطونون العراق البالغ عدده 150 ألف البحرين يوجد فيها أقل من أربعين يهودي تواجدت اليهود في عمان والإمارات والإحساء وقد أسلم بعضهم خلال فترات زمانية مختلفة أما الوجود الحالي لليهود في جزيرة البحرين فيعود لمهاجر يهودي عراقي قدم للبحرين خلال القرنين المنصرمين من مدينة البصر وبغداد في العراق ومدينة بوشهر في إيران وأقدم وجود موثق رسميا يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر وقبل تأسيس إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان عدد اليهود في البحرين يقدر بخمسمائة شخص لكنهم تركوا البلاد في هجرتهم الأولى في عام ثمانية وأربعين والثانية في عام سبعة وستين ولقد بقي اليوم ستة وثلاثين يهوديا فقط يعيشون داخل مملكة البحرين سوريا يوجد فيها أقل من خمسين يهودي حسب الكتاب المقدس فإن الوجود اليهودي في سوريا يعود لأيام الملك داود قبل الميلاد بألف عام وفي عام تسعة وأربعين قبل الميلاد كان يعيش حوالي عشرة ألف يهودي في دمشق وتحول العديد منهم إلى المسيحية وكانت أكبر التجمعات التاريخية لليهودي في سوريا في دمشق وحال بورقام شالي وفي عام ثمانية وأربعين غدار خمسة عشر ألف يهودي سوري نحو إسرائيل أما اليوم فبقي منهم عشرون شخصا فقط اليمن يوجد فيها أقل من خمسين يهودي كان عدد اليهودي في اليمن يصل إلى خمسة وخمسين ألف نسم في عام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين إلا أنه انخفض اليوم إلى أقل من خمسين شخص بعد عملية بساط الرح حيث تم ترحيل جميع اليهودي من اليمن نحو إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي لبنان يوجد فيها أقل من مئة يهودي في عام الف وتسعمائة وأحد عشر انتقل يهود اليونان وسوريا والعراق والتركية إلى مدينة بيروت ليصبح عدد سكانها اليهودي حوالي خمسة ألاف نسمة ولقد هجر بعض اليهودي اللبنانيين لإسرائيل والغالبية منهم هجر إلى فرنسا وأمريكا الشمالية ويعيش اليوم أقل من مئة يهودي في لبنان مصر يوجد فيها أقل من مئة يهودي تعتبر مصر هي الوطن الأول الذي نشأت فيه اليهودية وبالتالي فإن الوجود اليهودية بمصر هو الأقدم في العالم ويقال أن الوصايا العشر التي تعد البداية الفعلية لليهودية نزلت بشبه جزيرة سيناء ويعتبر اليهود المصريون هم الطائف اليهودية التي سكنت مصر وهي من أكبر الطوائف اليهودية في العالم العربي وأكثرهم نفوذا وانفتاحا ومشاركة في مختلف المجالات في المجتمع المصري ولقد وصل عدد اليهود في مصر إلى حوالي 80 ألف نسمة في عام 1922 أما اليوم فتقلص العدد إلى أقل من مئة الشخص وكان معظم اليهود قد تركوا مصر بشكل نهائي عقب حرب السويس والعدوان الثلاث على مصر في عام 1956 متوجهين نحو إسرائيل وأوروبا الجزائر يوجد فيها أقل من مئة يهودي يعود تاريخ الوجود اليهودي في الجزائر إلى القرن الأول الميلاد قبل الفتح الإسلامي وفي القرن الخامس عشر للميلاد استقبلت الجزائر الآلاف من اليهود الذين هجروا من إسبانيا إلى شمال أفريقيا هربا من محاكم التفتيش وفي منتصف القرن الماضي هجر فالبية يهود الجزائر إلى فرنسا وإسرائيل وحتى سنة 1948 كان عدد اليهود في الجزائر يقدر بنحو 150 ألف يهودي أما اليوم فتقلص العدد إلى أقل من مئة شخص يعيشون في الجزائر تونس يوجد فيها 1300 يهودي تعتبر تونس ثالث أكبر دولة عربية بعدد اليهود حيث يعيش في تونس أكثر من 1300 يهودي ويرجع تاريخ اليهودي في تونس إلى العهد الروماني وكان يوجد في تونس عشرون ألف يهودي في نهاية القرن التاسع عشر ويعيش معظم اليهودي في جزيرة جربا وفي مدينة تونس العاصمة ويعتبرون جزءا من المجتمع التونسي الإمارات يوجد فيها ألفان يهودي حسب تصريح الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي في الإمارات إلي عبادي أن هناك نحو ألفان يهودي يقيمون في الإمارات ويمارس 500 يهودي شائرهم الدينية وأشار أن عدد اليهودي في الإمارات لقد تضعف منذ توقيع اتفاق التطبيع عام 2020 وأضاف عبادي قائلا لدينا أكثر من خمسة أو ستة مطاعم يهودية والعديد من أماكن العبادة والصلاة في جميع أنحاء البلاد وبعد حوالي عامين من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وفقت الدولة على بناء حي يهودي في الإمارات يكون خاصا بهم المغرب يوجد فيه أكثر من ألفان يهودي يعتبر المغرب ثاني أكبر الدول العربية من حيث عدد اليهود حيث يعيش في المغرب عدد من اليهود أكثر من أي دولة عربية غير فلسطين المحتلة يقدر عددهم حاليا بـ 2100 يهودي وتعد مدينة الدار البيضاء ومراكش والصوير ووزن من أكثر المدن المغربية بعدد اليهود المقيمين والسياح ولليهودي في المغرب نشاط كبير سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي فقد كان يشارك في السلطة المغربية عدد من اليهود نذكر منه مستشار الملك الراحل الحسن الثاني أندري أزولاي ويعود تريف تواجد اليهود في المغرب إلى أكثر من ألفان عام وبحلول بداية القرن الماضي قدر عدد اليهود في المغرب بنحو 300 ألف يهودي نسبة كبيرة منهم عجروا إلى المغرب بسبب موقع قريب من إسبانيا بعد صفوط الأندلس وبداية محاكم التفتيش ولقد عاش اليهود بسلام في المغرب كما فعلوا في الأندلس طوال تلك المدة لكن ذلك تغير رأسا على عاقب مع ظهور فكرة الدولة اليهودية ولقد شجعت إسرائيل يهود المغرب على الهجرة إلى الأراضي المقدسة باعتبارهم ثروة بشرية مهمة ستساعد في بناء الدولة فلسطين يوجد فيها حوالي 8 ملايين يهودي لا شك أن عدد اليهود في فلسطين المحتلة هو الأكبر على الإطلاق بالنظر إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل فإن مجموع عدد اليهود في الأراضي المحتلة والضفة الغربية بلغ أكثر من 7.5 مليون نسمة وهو عدد يقارب من نصف أعداد اليهود حول العالم وذلك بعد مرور سنوات طويلة على بدء الهجرة الأولى لليهود إلى فلسطين عام 1882 ولكند سنوات طويلة حول العلم وفلسطين حول الغربية حول العربية قادمة وفلسطين اشتركوا في القناة